السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الثانوية العامة أسعد الله أوقاتكم بكل الخير بنتكلم في الحلقة الستة عن الأدوات في حلقة النهاردة هنراجع على كامل الاستفهامية والخبرية حروف الجر الزائدة والمنادة وأنواع ما ومن ولا تعالوا مع بعض نبدأ بكمل الاستفهامية والخبرية أفرق ما بينهم إزاي كامل الاستفهامية بيكون أخيرها علامة استفهام وكامل خبرية بيكون أخيرها علامة تعجب حصلنا الشرف يعني طيب افرد مش مكتوب علامة الاستفهام مش موجود الترقيم يعني ولا علامة استفهام ولا علامة تعجب هنعرف برضو كامل الاستفهامية بتسأل عن العدد عايزة إجابة محتاجة الجواب إنما كامل خبرية بتخبر عن الكاثرة مش محتاجة جواب طب افرد برضو أنا مفهمتش ومش عارف ده سؤال ولا جواب برضو في طريقة تانية لما جقول كام طالبا في الفاصل هنا أخيرها علامة استفهام تبقى استفهامية لو مش موجودة هبدأ أبص التمييز كام كام طالبا هنا مفرد منصوب لو لقيته مفرد ومنصوب يبقى على طول استفهامية على طول مفرد منصوب تبقى استفهامية إنما لو مفرد ومجرور اهو كام طالب عرفت إزاي انه مجرور مفيش الألف بتاعت التنوين مش منصوب اهو كام طالب لو مفرد ومش منصوب يبقى هنا كام خبرية طيب لو لقيته جامع كم طلاب يبقى على طول خبرية. تمييز كم الاستفهمية بيكون مفرد. وبيكون منصوب. وبيكون مجرور في حالة واحدة بس. لو دخل عليها حرف جر. يعني لو جاء قبلها حرف جر. اهو لو قلت بي كم. لو حطيت قبلها الباء. خلي بالك لو في قبلها فاء دي مش حرف جر. لو الف كم. لا دي ولكنها موجودة. بكم اه ينفع هنا اقول بكم جنيهن. وينفع اقول بكم جنيهن. الاتنين صح. واحدة مفرد منصوب واحدة مفرد مجرور صح. الحالة الوحيدة اقول تاني. الحالة الوحيدة اللي بيجي تمييز كم الاستفهمية مجرور لو قبلها حرف جر. يعني لو لقيت كم قبلها حرف جر يبقى هنا كم استفهمية. كم الخبرية بقى بيجي بعدها حرف جر يعني قبل تمييزها. الاستفهمية بيجي قبل كم والخبرية بيجي قبل التمييز يعني هو كم من طالب كم من طالب لو قبل التمييز حرف جر يبقى على طول اللي بعدها تمييز كم مش اسم مجرور تميز كم ومجرور وعلى طول هنا تبقى خبرية طب لو لقيته جامع برضو خبرية طالما قبل تمييزها حرف جر تبقى خبرية الفكرة في كم الاستفهمية لو جاء قبلها حرف جر اهو عن كم او بكم اقول معلم دي اعرفها ايه ممكن اقول معلم وتبقى تمييز مجرور او معلما وتبقى تمييز منصوب والاتنين صح الكلام ده لو هي قبلها حرف جر بس ما فيش قبلها حرف جر يبقى مفرد منصوب فقط راجعنا على كامل الاستفهمية والخبرية حروف الجر ازاي ده احنا عارفين اصلا حروف الجر زي في وعلى وإلى ومين وعن دي اسمها حروف جر منفاصلة وحروف جر متاصلة متاصلة بالكلمة زي حروف كلمة كلب دي اسمها حروف جر اصلية ما قدرش استغنى عنها لا يمكن الاستغناء عنها انما حروف الجر ازاي ده اللي احنا جايين نتكلم عنها دلوقتي دي اقدر استغنى عنها زي ايه هنتكلم عن تلاتة اول واحدة من من تعتبر حرف جر زائد بشرط ان يجي قبلها يا نافي يا استفهام ويكون اللي بعدها ناكر لما قوله هل من خالق غير الله هنا حرف الجر من ده زائد هل من خالق طيب اعرف خالق ايه مبتدأ عادي مبتدأ مجرور لفظا علشان حرف الجر مجرور لفظا ومرفوع محلا اهو يبقى كتبها مبتدأ مجرور مجرور لفظا ومرفوع محلا لانه هنا اصلا مرفوع مرفوع محلا يبقى هنا خالق دي مبتدأ عادي خالص ومن حرف جر ده لو قبلها استفهام طيب لو قبلها نافي ما من اله الا الله هنا برضو من اه سبقت بنافي واللي بعدها وخالق هنا ناكرة والله هنا ناكرة يبقى اللي بعد من هنا هنعربه كلمة اله برضو مبتدأ ومبتدأ برضو مجرور لفظا مرفوع محلا ومن ده حرف جر زائد طيب عرفنا من عندنا الباق ممكن برضو يكون حرف جر زائد بتجي بخبر ليسة اهو لستو بعلام لو لقيت خبر لستو بعلام علام دي خبر ايه خبر ليسة او خبر لستو وهنا خبر ليسة مجرور برضو مجرور لفظا وابدأ اشوف اعربه ايه هنا خبر ليسة بيكون منصوب يبقى اقول له منصوب منصوب محلا لان خبر ليسة بيكون منصوب وبتجي برضو الباق في خبر ما العامل عمل ليسة وما ربك بظلام للعبيد هنا ما ينفع اشيالها وحط ليسة اه ينفع ليسة ربك بظلام للعبيد يبقى هنا ما دي عاملة بتعمل عمل ليسة يعني بتعمل عمل ليسة زي كانوا اخواتها اسمعها مرفع والخبر منصوب يعني ظلام دي خبر ماء وهيكون برضو مجرور لفظا علشان الباق حرف جر زائد ده ومنصوب محلا لان خبر ليسة بيكون منصوب وما هنا بتعمل عمل ليسة تالت حالة برضو بتجي فاعل كفا وكفا بالله اه الباق هنا دي حرف جر زائد وهنا كلمة الله هتعرب فاعل وبرضو فاعل الفاعل مرفوع يبقى الفاعل مجرور لفظا مرفوع محلا رابح حالة بتجي في صيغة افعل به احنا عارفين طبعا اسلوب التعجب ما افعل وافعل به وعرفنا طبعا في افعل به ان الباق دي حرف جر زائد والمتعجب منه اللي هو السماء بيعرب فاعل وفاعل برضو مجرور لفظا مرفوع محلا لان الباق حرف جر زائد يبقى كده نتكلمنا عن من وتكلمنا عن حرف الجر البا نتكلم عن الكاف الكاف برضو من حروف الجر الزائدة وبتجي قبل كلمة مثل بنقول كمثل ليس كمثله شي يبقى الكاف هنا برضو حرف جر زائد وهنا كلمة مثل دي خبر خبر ليس مقدم ليس شيء كمثله يبقى خبر ليس وبرضو هنقول له مجرور لفظا ونبدأ نشوف اعرابه هنا اعراب خبر ليس منصوب يبقى خبر ليس مجرور لفظا وزي ما قلنا منصوب محلا دي حروف جر زائدة في حرف جر شبيه بالزائد اللي هو ربا لما اجا اقول مسلا ربا مقصر اجتهد هنا برضو كلمة مقصر دي مبتدأ ربا دي حرف جر زائد يبقى مقصر دي هتكون مبتدأ ومجرور لفظا ومرفوع محلا يبقى احنا كده اتكلمنا برضو عن حروف الجر الزائدة نتكلم عن المنادة احنا عارفين ان المنادة الاسم اللي انا بنادي عليه يا محمد يا دي حرف النداء ومحمد دي المنادة اللي انا بنادي عليه ده اسمه المنادة ادوات النداء في يا اي واي وايا وهيا اي واي بيستخدموا الاتنين بيستخدموا للقريب ايا وهيا بيستخدموا للبعيد ويا دي بتستخدم للقريب والبعيد طيب تعالوا متعرف على انواع المنادة? ليه انواع? ايوى طبعا. تلت انواع ده بنسميه منادة معرب. ونوعين بنسميه مبني. المعرب المضاف. والشبيب المضاف والنكر غير المقصودة. افرق ما بينهم ازاي? المضاف يعني بعدو مضاف اليه? ما هو اي مضاف اليه اللي قبلو بسميه مضاف. لو قلت يا طالب العلم اهو طالب العلم. العلم مضاف اليه? بقى طالب دي مضاف. يا رب العالمين. اهو المناد اهو رب. وبعده مضاف اليه يبقى مضاف. يا ذا الاسم JULIAL 6. مضاف. يا معلمي النن محذو فيبقى مضاف. لو النن موجودة. لا يبقى مش مضاف. لو مضاف في المثنى او الجامعة لازم نحزف النون. يا معلمي المدرس. لو قلت ربنا اه هنا فين ادات النداء. عادي تحزف. يا رب انا. لما جنادي على رب اهو اقول يارب العالمين او يا ربنا. اي منادة في ضمير برضو يبقى مضاف لان الضمير في محل جر مضاف اليه. يا بني خلي بالك برضو الفرق ما بين يا بني لو دي بني ويا بني مصر واللي اتنين مضاف. ده مضاف للضمير وده مضاف لكلمة مصر. واحد منصوب بالفتحة المقدرة واحد منصوب باليا ملحق بجامع المذكر. لو العالم هنا هتقول لي عبدالرحمن لا ده عالم اخر واحد لا. لو العالم مركب برضو منادة مضاف. يبقى عرفنا اول نوع ليه المضاف. الاعراب هنقوله دلوقت. الشبيب بالمضاف بقى بعده حاجة بتوضح المعنى. بس ما تنفعش تكون مضاف اليه. يا طالبا. لا طالما منون يبقى استخلاق يكون مضاف اليه. المضاف اليه لازم يجي بعد اسم نكر غير منون. ما ينفعش يكون بعد تنوين ابدا. طيب يا طالبا للعلم. للعلم دي بتوضح. اه يا طالبا طالبا ايه? للعلم وضحت. بس دجاره مجرور بتنفعش تبقى مضاف اليه. يا طالبا علما برضو ما تنفعش تبقى مضاف ليه? هنا شبيه بالمضاف. يا معلمين. لقيت النون موجودة. يبقى شبيه بالمضاف على طول. كده عرفنا المضاف والشبيه بالمضاف. ناخد اخر نوع العالم. العالم اسم انسان او اسم بلد. محمد محمدان محمدون يا مصر. لو بنادي على الله. خلي بالك ممكن اقول يا الله. وحط الهمزة. يا الله دي صح? واحذف الياء وعوض عنها بالميمة اقول اللهم. ونوعه هنا عالم. يبقى عرفنا كده تلات انواع من المنادة. اخر نوعين شبه بعد. النكر غير المقصودة والمقصودة بنفرق ما بينهم ازاي? ابدأ ابص للمنادة. لو لقيته منصوب يبقى نكرة غير مقصودة. لقيته مرفوع يبقى نكرة مقصودة. اعرف منين? من الشكل. من شكل اهو. يا مسافرا اهو مسافرا شكله منصوبة. لالف بتاعت التنوين موجودة. يبقى هنا نكرة غير مقصودة. يا طالبا منصوب. بس خلي بالك مفيش بعده حاجة بتوضح المعنى. لا مضاف ولا شبيب مضاف ولا علم. طيب لو قلت مسلا يا مؤمنين اهو منصوب. مفيش بعده حاجة بتوضح المعنى. يبقى ناكر غير مقصودة. يا رجلي منصوب. يبقى ناكر غير مقصودة. انما يا مسافرا دي كت منصوبة. يا مسافر من غير الالف يبقى مقصود. ده مرفوع. يا طالب ده مرفوع. مؤمنون لا وونون يبقى مرفوع. الف ونون في المسنة يبقى مرفوع. لما بنادع الاسم المعرف بقل كلمة المعلم. انفحش اقول يا المعلم. احط ايها للمذكر يا ايها المعلم. والمنادة هنا في الحالة دي المنادة اي. يا ايها. ولو مؤنس هقول يا اياتها. المنادة. المنادة اي. حتى لو محزوفة. اللي بعد ايها او اياتها. لو مش طاق بنعربه. نعت. لو جامد بنعربه. بدل. يبقى احنا عرفنا كده. اول تلات انواع ده منادة معرب. يعني معرب. يعني منصوب. اعربه ايه? هقول منادة. منادة منصوب وعلامة مصبه. ابدأ اشوف. يا طالب منصوب بالفتحة. رب منصوب بالفتحة. الاسماء الخامسة لا بتنصب بالالف. جامع موناس سالم ينصب بالكسرة. لو مسنة او جامع مذكر سالم يكون منصوب بالياه. يبقى المضاف منصوب. شبيب المضاف منصوب. نكرة غير مقصودة برضو منصوب. اهو مسافرا منصوب بالفتحة. طالبا منصوب بالفتحة. يا مؤمنين منصوب. او الطاق والله ممكن تكون يا مؤمنين. يا مؤمنين منصوب الياء. يا رجلين منصوب الياء. انما لو لقيت المنادة نكرى مقصودة او علم هيكون مبني. يعني مبني? يعني هقول منادة مبني على على ما يرفع به. على ما يرفع به بيرفع بالايه? المفرد بيرفع بالضم. اقول المنادة مبني على الضم في محل نصب. الجامعة المزكر السالم مؤمنون يرفع بالواو. يبقى المنادة مبني على الواو في محل نصب. يا رجلان المسنة بيرفع بالالف يبقى المنادة مبني على الالف في محل نصر. سهلة? سهلة. يبقى احنا كده برضو رجعنا على المنادة. انواع ما. ما ممكن تكون اسم وتكون موصولة لو جات بمعنى الذي. يعجبني ما. يعجبني الذي. الذي اجتهد. الذي نجح. الذي قرأته. لو بمعنى الذي تبقى اسم يبقى ما موصولة. اسم موصول. ممكن تكون استفهمية لو في اسلوب استفهام. لو بسأل ما اسمك. ما كتابك المفضل. هنا ما اسم. وهنا اسم استفهام. استفهامية. لو في اسلوب شرط ما تفعل من خير تجدوها عند الله. ده اسلوب شرط. احدث الاول الاسلوب. لقيته اسلوب استفهام تبقى استفهامية. اسلوب شرط يبقى اسم شرط شرطية. لو اسلوب تعجب ما اجمل السماء يبقى تعجبية. ممكن تكون حرف. ممكن تكون حرف برضو ويكون نوعها نافية. نافية للفعل. ما خرج محمد. اه دي نافية بتنفي الفعل. بتنفي الخروج. وهنا حرف. ممكن تكون كافة اللي بتجي بعد ان. انما اه هنا ما كفة. كفة عملها. يعني اللي بعدها لقى المؤمنون دي مش اسم ان دي هتكون مبتدأ مبتدأ مرفع وعلامة رفعوا الواو. ممكن تكون برضو ما زيادة زائدة. فبما رحمة من الله اللي انت لهم. هنا ما زياد زائد مش هتأثر في الاعراب. مصدرية ظرفية اللي بتيجي قبل دامة. ما دامة. اللي بتعمل عمل كان. ممكن برضو تكون ما عاملة عمل ليس. قلناها برضو في حروف الجر الزائدة بظلام. هنا وما يا ربك هنا ما دي عاملة عمل ليس. ينفع شي لها وحط ليس. دي انواع ما? انواع من اول نوع تكون موصولة. احبوا من تفوق. برضو بمعنى الذي تبقى موصولة. اسم موصول. ولو اسلوب استفهام تبقى استفهمية. من كتب الدرس? من زرع الحقل? دي هنا من نوعها استفهمية? اسم استفهام. ولو اسلوب شرط تبقى اسم شرطي شرطية. من زرعها? حصد. دي اسم شرط او شرطية. وانواع لا. لو قلت لا تكذب. انا بطلب من حده طلب. لو طلب يبقى هنا لا ناهية. طالبية. انما لو بخبرك اقول لك انت لا تكذب دي اخبار اخبارية. يبقى هنا لا نافية. لو قلت نحترم الصادق لالكاذب. دي حرفة عاطفة. دي عاطفة. لو قلت لا طالب مقصر. هنا مقصر مرفوعة. يبقى هنا لا عمل عمل انة. اللي هي اسمها لا النافية للجنس. انما لو لقيت الخبر منصوب لا طالبوا. لا طالب مهملا. هنا دي عاملة عمل ليس. يبقى في الجملة الاولى. هنا لا نافية للجنس. بتعمل عمل انة. بتنصب اسمها وترفع خبرها. وفي الجملة التانية عاملة عمل ليس. ليس طالب مهملا. هنا لا برضو عاملة عمل ليس. ده الدرس اللي موجود في الوحدة السابعة. عايزين نتعرف على الممنوع من الصرف وانواعه واعرابه. يعني ايه ممنوع من الصرف? ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. بس كده ان الكلمة لا تنون. ما يتحط لهاش تنوين. ايه التنوين ده? الفتحتين والضمتين والكسرتين. ده اسمه تنوين. يعني ده مصروف ولا ممنوع من الصرف? لا مصروف. ده مش ممنوع من الصرف. ما احنا هنتعرف دلوقت على الكلمات اللي ممنوعة من الصرف اللي انت ما ينفعش اصلا تخطي لها التنوين. الممنوع من الصرف بيجرب الفاتحة. يعني لو عرفت ان الكلمة دي ممنوعة من الصرف. اول حاجة مش هخط لها تنوين. تاني حاجة لما تيجي تعريبها. لقيتها مجرورة هقول مجرور وعلامة جر الفاتحة. طيب مرفوع? لا مرفوع عادي ومنصوب عادي. في الجر بس. بيكون مجرور وعلامة جر الفاتحة بشرط. ان ما يكونش فيه الف ولام. لا يعرف بقل ولا يعرف بالاضافة. ولا يكون فيه الف ولام ولا بعده مضاف الي. اهو صليته في المساجد. لا هنا دي كلمة مساجد. هنعرف دلوات انه ممنوع من الصرف. صغية امونتهى الجموع. هنا معرف بال. لا يجرب الكسرة عادي. طيب لو قلت مسلا صليته في مساجد المدينة. لا ده معرف بالاضافة. بعده مضاف اليه? يجرب الكسرة. طيب لو قلت صليته في مساجدة كثيرة لأ هنا مساجدة ايه? ممنوع من الصرف. غير معرفة بالاضافة. يبقى اقول مجرور اسم مجرور وعلامة جر الفاتحة. نيابة عن الكسرة. لانه ممنوع من الصرف. انما كثيرة لقى دناعت كثيرتين مجروب الكسر عادي خالص. انما مساجد هي اللي مجرورة بالفتحة لقى انها ممنوعة من الصرف. تعالوا بقى نتعرف على الكلمات اللي ممنوعة من الصرف. اعرف الحدودة دي. عمر خد زوجته خد مراته فاطمة. وراحوا برسعيت. يفسحوا الولاد. وخدوا الولاد معهم عثمان واحمد وابراهيم. وعمر الاب قال لهم انا عندي ليكم بشرة. هتخليكم سعداء. هعزمكم في اكبر مطاعم موجودة في بورسعيد. وطبعا فعلا كانوا كلهم سعداء. ما عدا اللي كان بيدفع الفلوس. عمر كان غضبان. ووجهه احمر من شدة الغضب. وقال لهم مش هاخدكم معايا في اي رحلات اخر. الكلمات اللي احنا كتبناها دي ممنوعة من الصرف. والسبب هنتعرف عليه. ان الممنوع من الصرف بيكون ممنوع من الصرف لعلة. يعني سبب. لعلة واحدة لسبب واحد. او لعلتين لعلتين. يعني سببين. سببين? الممنوع من الصرف لسبب واحد كلمة بشرة كلمة سعداء كلمة مطاعم. بشرة هنلاقيها ممنوعة من الصرف لقناها اسم مقصور. عارفين طبعا المقصور والمنقص والممدود. الاسم المقصور زي كلمة بشرة دنيا مرضى كبرى. دي اسم مقصور اخر و الف زيادة واللي قبلها مفتوح. او بشرة الى قبلها مفتوح. دنيا مرضى. الى قبلها مفتوح. ولازم تكون زيادة. يعني مش من اصل الكلمة. ويكون قبلها تلات خروف اصلية. يعني هدى قبلها تلات خروف. هدى دي الف. مش يا. قبلها تلات خروف. لا ما تنفعش. طب فتا ما تنفعش. مستشفى. لا هنا الالف دي مش زياد. دي من اصل الكلمة. يبقى برضو ما تنفعش. يبقى اول حاجة من الممنوع من الصرف العللة واحدة كلمة بشرة. سبب المنع اسم مقصور. طيب تاني سبب للمنع من الصرف ان يكون الاسم ده مش مقصور ممدود. يعني ينتهي بالف التانيس الممدود. ممكن اقول له اسم مقصور او اسم ينتهي بالف التانيس المقصورة. اسم ممدود او اسم ينتهي بالف التانيس الممدود ده زي كلمة سعداء صحراء شعاراء حسناء. وبرضو لازم يكون اخره همزة. والهمزة قبلها الف. ويكون قبل الالف تلات حروف اصلي اهو صاحر شاعر حوسن سماء قبلها كم حرف اتنين ما تنفعش تالت سبب تالت حاجة للممنوع من الصرف العلة واحدة لسبب واحد صغة منتهى الجموع ودي بتيجي كتير جامعة بيكون في وسطه الف بعدها حرفين او تلاتة وسطهم ساكن حرفين زي مطاعم مساجد او تلاتة وسطهم ساكن تلاميذ اه هنا تلاميذ وسطها الف اهو وبعد الالف تلات حروف وسطهم ساكن اللي هو اليأساكينة انما لو قلت تلاميذة لا غلط دي الذال مفتوحة وخلي بالك من كلمة جامعة مده ايه مواد وجامع داع دواع اهو كلمة دواع دى صيغة منتهى الجموع كان الدواعي والحرف الاخير محزوف وكلمة مواد اللي فوق دا المشددة يبقى برضو ده صيغة منتهى الجموع يبقى عرفنا الممنوع من الصرف العلة واحدة لسبب واحد لاسم المقصور والممدود وصيغة منتهى الجموع طيب بقى تعالوا نتعرف على ممنوع من الصرف لعلتين لعلتين يعني سببين السبب الاول ان هي تكون عدم وحاجة تانية او صفة وحاجة تانية. نبدأ بالعالم. عالم يعني اسم انسان او اسم بلد. عالم. عارفين يعني عالم. عالم عندنا هنا الصور عندنا عمر وفاطمة. اول حاجة ناخد عمر. يكون عالم وعلى وزن فعل. زي كلمة عمر. زي كلمة جوحة. زي كلمة زحل. الكلمات دي ممنوعة من الصرف. لكم سبب? لكم علا? اتنين. لانها عالم. ادي اول سبب. والسبب التاني على وزن فعل. خدنا عمر. ناخد فاطمة. تكون عالم ومؤنس. زي كلمة فاطمة. وزي كلمة معاوية. طلحة. سعاد. مرئة. هتقول لي ثانية واحدة. معاوية مين المؤنس? ايوة ما انا هكلمك دلوقتي عن انواع المؤنس. العالم المؤنس. ممكن يكون مؤنس لفظي. باللفز بس اخر تانية ايه? اخر تانية مربوطة. زي اسامة. معاوية. مؤنس معناوي ان هو بنته اصلا. صحر. ده مؤنس معناوي. لفظي ومعناوي الاتنين يعني يكون بنته اخره تانية مربوطة. فاطمة رحمة. يعني معاوية ده مؤنس. ومؤنس لفظي. وطالحة. طيب سعاد مؤنس معناوي. ومريم مؤنس معناوي. فاطمة مؤنس لفظي ومعناوي. طالما عالم ومؤنس يبقى ممنوع من الصرف لعلتين. طيب لو كان العالم ده تلت حروف وسطهم ساكن يجوز صرفه. يعني ينفع يكون مصروف وينفع يكون ممنوع من الصرف. زي كلمة مصر. تلت حروف وسطهم ساكن. زي كلمة هند. طيب ندخل بقى على رقم تلاتة في الممنوع من الصرف هناخد بورسعيد. دي علم ومركب تركيب مسجي. اي علم اي اسم بلد من كلمتين دخلوا في بعض بقى كلمة واحدة اسمه علم ومركب تركيب مسجي. زي بورسعيد. زي حضر موت. اه دي هنا ممنوع من الصرف العلتين. انه علم ادي واحد. وانه مركب تركيب مسجي. علم اخره الف ونون زي ادتين. زي كلمة عثمان. علم على وزن الفعل. زي احمد. دي ممكن استخدمها فعل. ايوه اقول احمد الله. طالما على وزن الفعل. ينفع تيجي فعل. يبقى ده ممنوع من الصرف علم على وزن الفعل. وزيها يزيد. ممكن يكون ده علم. وممكن اقول يزيد الماء. وبرضو كلمة اشرف. زي اشرف دي علم. ممكن اقول اشرف المهندس على المشروع. يبقى هنا بتيجي فعل. يبقى ده اسمه ممنوع من الصرف العلتين. انه علم على وزن الفعل. طيب ابراهيم. ابراهيم ده علم واعجمي. هتقول اعجمي ازاي? ايوة ابراهيم اصحاق يعقوب والبلاد. البلاد كلها برضو. دي عالم. ممكن تكون عالم مؤنس. ممكن تكون عالم واعجمي. لو اعجمية. باريس لندن. ده عالم واعجمي. وهنا عندنا برضو لو سلاسي. ساكن الوسط زي نوح وهوض ولوت. برضو يجوز صرفه. عندنا باختصار كل اسماء الانبياء. منهم اهو ابراهيم عليه السلام. كل اسماء الانبياء. ممنوعة من الصرف. معادة صن شاملة. صن الصاد صالح. النون نوح. الشين شعيب. ميم محمد. اللام لوط. الهاء هود. دول بس مصروف. والباقي كله ممنوع من الصرف. اتعرفنا على الممنوع من الصرف العلتين عالم واحدة تانية. فضل لنا صفة وحاجة تانية. اول حاجة من الممنوع من الصرف العلتين ان يكون صفة وعلى وزن فعلان مؤنسها فعلة. زي غضبان. غضبان غضبة. عدشان عدشة. سرحان. لا مش سرحة سرحان ما تنفعش. عريان لا ما تنفعش. يبقى لازم تكون صفة على وزن فعلان. وتكون صفة على وزن افعل. اللي هي الالوان احمر اخضر اصفر اكبر ابيض اصود صفة على وزن افعل. ممنوع من الصرف. صفة على وزن فعل زي اخر. لو عالم على وزن فعل. اه ممنوع من الصرف. لانها عالم على وزن فعل. انما اخر ده صفة على وزن فعل. والاعداد على وزن فعل وما فعل احاد مسنى سلاس ربايع كل الكلمات دي ممنوع من الصرف. لو لقيت اي كلمة من الكلمات اللي موجودة قدامنا دي ممنوعة من الصرف يعني ممنوعة من التنوين لا تنون. يعني لو لقيتها مجرور هقول مجرور وعلامة جر الفاتحة. بشرط ان ما يكونش فيها الف ولام. وشرط ان ما يكونش بعدها مضاف اليد. لو لقيتها غير معرفة بال والو غير معرفة بالاضافة يبقى مجرور اقول له مجرور مجرور بالفاتحة نيابة عن الكاسرة لانه ممنوع من الصرف. واللي بعده مساجدة مجروب الفاتحة واو? كثيرتين لأ دي ناعة مجروب الكاسرة. ملهاش علاقة بموضوعنا. وبكده برضو يبقى احنا رجعنا على الممنوع من الصرف. بتمنى لكم التوفيق. اشكركم لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.